السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في الفيديو جديد اليوم لغادي نشوفوا فيه مع بعدياتنا طريقة عمل هذا الدرس هذا اللي شفتوه معايا في الفيديو السابق اللي هدرت لكم فيه على الحرير المبروم المهم هالدرس هذا راح مخدوم بالحرير المبروم على ثلاثة ديال الشعرات شنو هو الحرير المبروم هو الحرير اللي كيستخدموه في الطرز الرباطي هو هذا اللي كتشوفو معايا الآن في الصورة هذا هو الحرير المبروم كيكون على شعره واحدة وانتي كتبرميه على ثلاثة ديال الشعرات بزاف ديال ناس تقولوني كيفاش كتبرمي الحرير المبروم المهم الطريقة ديال البرام ديالو غادي نخليها لكم في فيديو آخر باش نشرحوها بتفصيل وكذلك نجاوب على الأسئلة اللي جاوني في الفيديو السابق على كيفاش غادي نخدمو الراندة بالحرير المبروم شنو هي الفكرة المهم اذاك شي كامل غا نحاول اني نجاوب عليه في فيديو آخر بالنسبة لهذا الدرس هذا راح كان فيت لي خدمتم معاكم ولكن خدمناه بالعقيق الرابط ديالو غادي نتلقاوه اسفل الفيديو في صندوق الوصف وان شاء الله نخليه لكم كذلك في اول تعليق المهم الفرق اللي ما بيناتهم والفرق في التقنية ديال العمل الطريقة اللي خدمت بياها هدك الدرس اللي بالعقيق ماشي هي نفس طريقة اللي غادي نخدم بياها الدرس ديالو اللي بلا عقيق غير هو وراه نفس الدرس نفس الدرس ولكن تقنية مختلفة حيط الأخر كتخدميه وكتديري العقيق في نفس الوقت هذا اللي هذا كتخدميه عادي بلا عقيق في حالتي لو بغيتي تديري العقيق إما تخدمي الدرس الآخر أو تلسقيه هنا ولكن من الأحسن ترجعي الفيديو الآخر وتخدمي عليه المهم هنا أنا بديت أنا هنا خدامة في القب هنا من بعد ما كتكملي الدرس كتبداي تديري هدو الغرازي هدو على التوب هناك تحسبي ربعادي الغرازي هما الفاصل ما بين الدرس الأول والدرس الثاني لاحظوا معي هنا راها عندي ربعادي الغرازي واحد اثنان تلاتة اربعة في الفيديو السابق على ما كان ضن كان فرق هو خمسة المهم هنا أنا قدرت ربعة وجد درس قريب البعضياته ومجموع ورائع جدا خصوصا من بعد ما خدمته بالحرير مبروم المهم كاني الناس اللي عجبتهم الفكرة كاني الناس اللي ما عجبتهمش الفكرة ماشي مشكيل كالحاجة الوحيدة اللي الإنسان ديرها هي يجرب جربوا ما فيها بس الإنسان يجرب وتشوفي النتيجة بعينك الفيديو را ما كيبينش لك النتيجة الحقيقية كتشوفي يعني غير صورة تقريبية وذك شي ماشي الصورة الأصلية دير الحاجة جربي خدميه بليدك وشوفي شنو هو الفرق ومن بعد لكي حرية الاختيار المهم هنا كيفما كتلاحظوا معايا كتبع عدي واحد المسافة وكتديري هذيك الغرزة وتعود تراجعي الدربي في الغرزة اللي أولا هنا أنا بحلة كنضوبل الخيط نضوبله على ثلاثة باش يجي الدرس قاسح لاحظوا معايا هنا كنبعد واحد شوية وكندير هاد دريبة هادي ونجر البراء وفي نفس الوقت نحاول نحافظ على هاد نصف دائرة هاد شي علاش أنا جريتها هنا بالبراء باش نقدر أنني نحافظ عليها رقم الإبراء هو خمسة هي البراء باش كنخدمه الراندا هنا غدا تدوري الخيط الفوق يعني في الاتجاه العلوي وكتدخلي البراء تحت من هادوك الثلاثة الخيوطة اللي درنا بهم هاد نصف دائرة وكتكوني حبكة هادي اسميتها حبكة مهم كين فرق ما بالغرزة والحبكات شي بالنسبة السيدات مبتدئات دائما كيبقى الخيط في الأعلى وكتدخلي البراء تحت من هاد نصف دائرة وكتجر الخيط يعني عادي جدا هنا انتي ما مضطراش أنك تحسبي يعني عينك ميزان كيما كنقوله غدا غير توقي غدا خدامح تتبالك هاد نصف دائرة عمرات عمرات كاملة وتحبسي الخدمة دائما الخيط الفوق وندخلوا البراء ونجروا الخيط بهاد الشكل لاحظوا معي مزيان المهم اللي عندها شي تساؤل على الحرير المبروم تخليه لي أسفل تخلي لي في تعالق باش نقدر أنني نجاوب هادوك الأسئلة غادي نحاول نجمعهم ونبقى نجاوب عليهم فيديو خاص فيديو غادي نوري لكم فيه كيفاش كتبرمي الحرير المبروم ومهم الطريقة ره سهلة يعني عادي كيما كتبرمي الحرير العادي كيما كتبرمي الحرير المبروم ولكن نزيد ونوضحوها كتر ما فيها بس وكذلك نجاوبوا على الأسئلة يعني اللي عندها أي تساؤل تحاول تخليه لي قبل ما نلوح الفيديو والآخر باش نقدر نجمع أكبر عدد من الأسئلة هنا كتعاودة ترجعي تديري غرزة من بعد ما كملنا هاد الحبكات تديري غرزة في هادوك الفراغ الثالث كيما كتليكم درنا في اللور ربعادي للضربات على التوب هنا غا تطلعي الخيط الفوق وترجعي تخدمي فوق من هاد الحبكات هادو اللي درنا هنا ركزوا معايا مزيان هادي غرزة عادية لاحظوا معايا هادي غرزة وده بغا نرجع الخيط التحت وفي هادك الغرزة غادي ندخل فيها لبرا باش ندير حبكة لاحظوا معايا مزيان مو من هنا حاولت ان انا نقرب صورة اكتر فلاحظوا معايا ده بدرت غرزة عادية جدا وغاد نهبط الخيط التحت باش نرجع فيها بحبكة هنا علش درت هاد طريقة هادي باش كتعطيني هاد الحجم كتعطاك وحد الفاراغ فين ترجعي تعاودي تعمري عليه في المرة التالتة من اللي غدا تعاودي ترجعي غا تعاودي تعمري عليه مو مصراحة هاد الدرس هاده راكي جي رائع جدا بالنسبة لي انا كنعتبره من احسن احسن دروس اللي درت يعني منظر ديالو زوين وش حلمك يكون الدرس مجموع وصغير ش حلمك يعطاك وحد منظر رائع مو مجربوه وشوفو كيفاش غادي جيكم لاحظوا معي مزيان دائما كتديري غرزة وتعاودي تهبطي الخيط التحت وترجعي في نفس هديك الغرزة وتطلعي لبرا غدا نجر الخيط ودهب نخلي الخيط الفوق ومده بنرجع نهبطي شفيه التحت فلاحظوا معي مزيان غدا نكمل وغدا نسرع الفيديو قليلا حيث هاد شي جا طويل بزيف بالنسبة اللي فاهم الخدمة غدا تجر الفيديو توصل للمرحلة اللي هي بغيت دائما كتبقى يدير غرزة وفوست منها حبكة حتى الدوري على هاد الدرس ديال كامل هنا اللي بغيت تحسب مشي موشكيل يعني اللي بغيت تحسب تحسب غير باش يجي هاد درس يعني مقاد وم بالنسبة لي انا ما حسبش غير 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 دعيني ميزاني كنبقى غير كنعمر حتى نوصل لاخر فاش تكونوا هنا خدامين فوق من هادوك الحبكات اللي درناهم على المس في دائرة ديروا وحدة ونقزوا وحدة يعني كتخدمي حبكة وتجاوزي حبكة وتمشي الاخرى باش يعتك واحد شوية المسافة فين غاد نقدروا ان احنا نخدمو الان الخيط في الفوق وكتديري غرزة على توب نجروا الخيط وحاولوا هنا يأنكم تزيروا هاد الغرزة هادي واحد ملاحظة مهم ما نسيت ما قلتاش ليكم سواء خدمتي بلون واحد سواء خدمتي بجوج ديل الالوان حاولي انك تخدمي جوج ديل الدرسات ولا جوج ديل الدروسة وتحبسي يعني حتى تكملي هادوك جوج درسات عاد سيري خدمي جوج اخرين علاش حيث غادة توحلي في اذك الخيط اللي غادة تديري به الدرس من الفوق هاد الباج هادة اللي كتشوفوا فيه هو اللي غادة توحلي فيه في الاخر ما غادة تلقيش فين دخلي والله ما غادة أخدامي بالجوج بالجوج باش تلقي دائما فين دخلي الخيط المهم هنا لاحظوا معايا أنني عاودت رجعت للبداية باش نقدر نوصل لنهاية بسرعة المهم كانت منى أنكم تكونوا فهمتوني هنا رأي كتراجعي تحبكي في هادوك الفراغات اللي كوناهم سابقا الخيط الفوق وكتراجعي تحبكي ثلاثة ديال المرات في كل فراغ هادي مهمة بزيه ثلاثة ديال المرات في كل فراغ وده بغادة نمشي الفراغ الثاني وندير فيه الحبكة الأولى الخيط دائما الفوق ورجع لنفس الفراغ وندير الحبكة الثانية والخيط دائما في الأعلى ورجع في نفس الفراغ وندير الحبكة الثالثة وده بغادة نمشي الفراغ الموالي لاحظوا معايا مزيان غادة ندير الحبكة الأولى الخيط الفوق ورجع نخدم فيها الحبكة الثانية وكذلك الخيط في الأعلى ورجع ندير الحبكة الثالثة ثلاثة ديال الحبكات في كل فراغ هادي اعتبروها قاعدة تخدموا بها ثلاثة ديال الحبكات في كل فراغ حتى توصلين للنهاية وما تنسوش كين بزاف اللي كتخدم مثلا إلا كان عندها الدرس بجوج ديال الألوان كتدير الدرس اللي في اللون مثلا هذا عندي أنا يهد موف كتبقى هذا خدام حتى كتسالي عاد كترجع تدير الدرس لأخر هالطريقة ما خداماش لكم هناك علاش حتى غتوحلو في ذاك الخيط الفوق يعني ما غتلقوش فين تدخلوه في التوب ما تلقوش كيفاش تدفنوه في وسط التوب هاداك شي علاش خدموه بالجوج بالجوج باش دائما يبقى لكم فين تدفنو الخيط بكل سهولة لاحظوا معايا هنا در جوج ديال الغرزات وغنقطع هاد الخيط اللي كان شايت ليا سابقا هنا لاحظتو الخدمارها كلها غادا كل مرة كننخلي هاداك الخيوطة مدفونين باش نرجع نخدم فوق منهم ونتبتهم مزيان المهم هنا درنا ربعة ديال الغرزات فوق توب ربعة كافيين سواء خدمتي بهذا الحرير سواء خدمتي بالحرير الاخر بحال بحال غتشوفوا معايا في النهاية ديالفيديو غنوري لكم الحرير الاخر الحرير العادي اخدمت به حتى هو هاد الدرس وتهوجه مزيان لاحظوا معايا ديما هاد نصف دائرة حاولوا انكم تحدوها بالبراء وكترجعي في هاد الغرزة هادي باش تديري غرزة واحدة اخرى وديما حاولي تخلي هاد الارتفاع والان غاد نرجعوه ونخدموه هنايا غاد نجر الخيط بهذا الطريقة وندخل البرال تحت باش تعطيني الحجم المناسب والان غاد نطلع الخيط الفوق باش تعطيني حبكة وغاد نجر الخيط عادي جدا هادي الحبكة الثانية المهم توما غاد نتستمروا بنفس الطريقة حتى توصلوا للنهاية حتى تكملوا هاد الدرس وترجعوا تكملوا معايا عادي جدا كيف مدرت انا حاولوا انكم تديروا نفس الطريقة هنا خدمت انا جوج ديال الدروسة وغادي نكملهم عاد رجع نكمل لاحظوا معايا من بعد ما تكملي جوج ديال الدروسة هادي معلومة كنأكد لكم عليها باش ما تغلطوش وتوحلوا في هاد الخيط هادا اللي غنخدم بي انا الان لاحظوا معايا دابا غادي نخدم فوق من هادوك الحبكات اللي كنت كندير كنا كنديروا ثلاثة هادي الحبكات فكله فراغة فغادي نحاول انا نخدم فوق منهم هادي غرزة عادية غادي نجر الخيط مزيان هنا را تقدروا تخدموا ببلون واحد مش اشكال غادي نهبط الخيط التحت وارجع في هاد الغرزة وغادي نحبك مومنا هنا كنحاول نخدم بشوية غير باش كل شي يكون واضح وغادي نرجع كذلك نهبط الخيط الى الاسفل وفي نفس الغرزة نحاول انني نحبك الحبكات التانية وغادي نرجع ونزيد واحد الحبكة واحد اخرى موم هادي اختيارية اللي بغت انها تدير غير جوج دي الحبكات ممكن انها تدير جوج دي الحبكات خصوصا الى اخدمتو بالخيط على اربعة الى اخدمتو بي على ثلاثة كيف ما انا درت الان ديرو ثلاثة دي الحبكات دابا طلعنا الخيط الفوق باش نرجع ندير غرزة هنا العدد دي الحبكات اللي كتجاوزي كتجاوزي تقريبا وحدة اه وحدة لا مو معينك ميزانك لاحظوا معايا الخيط الى الاسفل ونرجعوا في هاد الغرزة اللي الله درناها باش نديرو الحبكة الاولى وغادي نستمرو بنفس الطريقة الحبكة التانية والحبكة التالتة الان الخيط الفوق وغادي نرجع في هاد الغرزة هادي باش نخدم عليها ودابا نهبطو الخيط التحت نحاول نركز على الاتجاهات دي الخيط حتى في البداية دي الخدمة ما كي يعني إلا كانت مثلا سيدة مبتادي أية اللي كتشوف الفيديو باقي نكتغال طولي هالحبكات مع الغرزات هادا كشي علش كنحاول نركز على الخيط واش الفوق ولا التحت انا عارفة اللي اللي محترفة في الخدمة كجياد الهادر مومين لا ولكن لي الله مبتادي أرى هاد معلومات مهمين بالنسبة لها لأنها باقي نكتغال طولي هاداك شي وحنا دائما كالراعي والسيدات المبتاديات هاداك شي علش دي ما كنحاول نركز على المعلومة أكتر ولي فاهم الخدمة رهت نقص من الصوت وتشوف غير الخدمة صافي اللي عندها بها الهارات وصاف المهم غدا ترجعي وتديري الغرزة ديالك عادي جدا ونرجعو في هاد الغرزة ونديرو ثلاثة ديال الحبكات الحبكة الاولى والحبكة التانية نجار الخير والحبكة التالتة ونديرو غرزة باش نختمو هاد الدرس ديال الواحد المهم وغير شابيه بيه شابيه بالدرس ديال الواحد بالمناسبة نتمنى لها درس ديال الواحد اللي ماعجبهاش هاد درس ديال درس ديال الواحد عادي جدا كتديره غرزة وترجعي فيها به هذه وكتلاستطلويات وتطلعي الخيط المهم لما كتعرفش للدرس ديال الواحد ترجع تقلب عليه كتبي غير الدرس ديال الواحد ركن حتى فالقناتي اللي بغيت الدخولي تشوفيه السهل جدا تجريها و ترجعي فيها بغرزة ما يعجبهاش هذا المهم انا كنفضل هذا و سافي غدا تبقى غدا خدامه عادي جدا حتى تكملي هاد جوج ديال الدروسة عاد تبديد درس الثالث ركزوا معي مزيان هنا قارننا ما بين هاد الجوج ديال الخدمات نفس الدرس و لكن الاختلاف في الحرير الهبل الجarah والكحل مخدومه بالحرير العادي من الموف مخدومه بالحرير المبروم م لاحظة اللي هادى حضده ان هادى الدرس ديال الحرير العادي الى حجم دياله اكبر من الدور بحريرا المبروم رغم الى الحرير على 3 شعرات بهم بجوج فردوا البال لادى القضية الذى which wants to disposallaد جهه كبير في الحرين مبروم تبرموا على 4 ماشي على 3 مهم شكرا على المتابعة وانتلاقوا ان شاء الله فيديو جديد